وتعالوا ناخد أول سؤال معنا الأستاذة نادا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أستاذة نادا تفضلي في فضلك عايزة أسأل عن زبح الشال عشر يعني فيه شاية عشر عندي وهي ما ولدتش يعني ما ولدتش وهي أنا عايزة أسألين فيها أتباحها ألا هو إحنا عندنا لو إن إحنا زبحنا الشال عشر دي بيبقى الزكاة لها زكاة لجنينها يعني الجنين اللي في ده لو دبحناها يبقى يجوز إن إحنا نتباح إذا كنا محتاجين لده يجوز لكن لو انتظرنا لا بأس بده لا بأس بإن إحنا ننتظر ويكون أحسن عشان يبقى عندنا الناتج جمان ممكن ننتفع به لكن لو اضطرنا إن إحنا نتباحها نتباحها ويبقى عندنا حكم شرعي إن زكاة الأم هي زكاة للجنين من الزكاة لذلك الآيه لذلك الجنين الذي في بطنها اجريه لذلك الجنين Ordين né